خسيان البلاط أهم وأقوى رجالات الدولة العثمانية سنقوم في هذا الفيديو بالاطلاع على أقوى وأشهر الأغوات في دار السعادة الذين انتشروا في الدولة العثمانية حيث تفوقوا في كثير من الأحيان على قوة العديد من الوزراء وصلوا إلى مستوى يجعلهم مسؤولين عن صعود السلطين إلى العروش أو إسقاط إسقاطهم منها ومن بينهم من خاض حروبا شرسة مع وزراء عظام لعدة قرون كان خسيان البلاط يشكلون مفتاح إدارة الإمبراطورية العثمانية حيث لعبوا دورا حاسما في قمة السلطة كان من المفترض أن يدير السلطان شؤون الدولة حصريا من خلال الوزير الأعظم ولكن الواقع والتاريخ أظهر شيئا آخر أشار العديد من المؤرخين إلى أن السلطان كان يتواصل بشكل وثيق مع أغوات الغرفة الخاصة وأغى البوابة وأغوات الحارين بشكل أكبر بكثير من اتصاله مع وزيره الأعظم كما كان يلاحظ أن أغادار السعادة كان دائما يتلقى طلبات والتماسات من الوزراء والوزير الأعظم لتسيير شؤون الدولة أو للتدخل في أمور بالإضافة إلى طلب دعمهم لهذه الأمور أو تحقيق طلباتهم لدى السلطان هناك بعض السلطين كانوا يفضلون أخذ النصائح من الوالدة أو المحظية أو من أغادار السعادة بشكل أكبر من أخذها من الوزراء أو الوزير الأعظم ولذا كان لمنصب أغادار السعادة أهمية كبيرة في الدولة العثمانية على الرغم من أن ممارسة هذه السلطة كانت تتم خلف الستار إلا أنها كانت ذات أهمية كبيرة وفي بعض الأحيان تسيطر على التعيينات الرئيسية في الوزارة ونتيجة لذلك حاول رجال الدولة وخاصة الوزراء العظماء تقليص نفيص نفوذ الكازلر آغا هذا الصراع أدى في كثير من الأحيان إلى تورط رؤساء الخصيان السود في السياسة حاول الوزير الأعظم دامد علي باشا تقليص نفوذهم عن طريق حظر تجنيد وإخصاء الرقيق السود في عام 1715 لم يتم تنفيذ هذا القرار أبدا لأن الوزير الأعظم توفي بعد فترة قصيرة جدا وبعدها بسنتين فقط تولى منصب أقوى أغادار السعادة في الدولة العثمانية وهو بشير آغا وكان هذا الأخير بدون منازع أعظم الأغوات أمرا وأكثرهم نفوذا في الدولة تم كتابة الكثير عن شخصية بشير آغا حيث قضى في منصبه مدة تبلغ ثلاثين عاما بشير آغا عاش من 1657 إلى 1746 وهو أقوى آغا الحارين في تاريخ الإمبراطورية العثمانية تعود أصوله إلى ثيوبيا حيث تم اختطافه من هناك ثم تم إخصاؤه في مصر لينقل بعد ذلك إلى قصر توبكبي ويصبح واحدا من المئات من رجال الخصيان في القصر وقد تقدم في الرتب حتى أصبح أمين الصندوق بشير آغا بقي في منصبه من عام 1715 حتى 1746 وكان ذلك خلال عهدي أحمد الثالث ومحمود الأول وقد وصفت سيرته بأنها قصة عبد حبشين انطلق ليصبح أقوى شخص في الإمبراطورية العثمانية أصبح بشير آغا دار السعادة في عهد السلطان أحمد الثالث ولعب دورا كبيرا في عصر توليد الذي اجتهر بالإزدهار الثقافي الكبير في الدولة العثمانية وقد ترك بشير آغا بصمته في هذه الفترة حيث سس مجموعات ثقافية واشتهر بكونه واحدا من أكبر محب الكتب في القرن الثامن عشر ربما كان هذا هو السبب وراء الثقة التي وضعت فيه مما جعله مسؤولا عن تعليم ولي العهد والأمراء من اللافت للذكر أن بشير آغا كان من بين الذين أقلوا وزراء عظماء في الدولة خلال تلك الفترة بما في ذلك الوزير الذي سبق نوشري إبراهيم باشا والذي دعمه بشير آغا للوصول إلى هذا المنصد وعندما تمت الإطاحة بأحمد الثالث في عام 1730 بقي بشير آغا في منصبه تحت حكم السلطان محمود الأول ويقول المؤرخون في هذا الصدد إن بشير آغا وصل إلى قمة نفوذه السياسي والاقتصادي مما جعله القوة الأساسية في تعليم الأمراء العثمانيين ويقال أيضا إن مكانته الرسمية وصلت إلى درجة أنه أصبح الرجل الثالث في الدولة بعد السلطان والوزير الأعظم وفي كثير من الأحيان تجاوزهما في السلطة هناك آغا آخر من أغوات دار السعادة كان يتمتع بقوة عظمه وهو مصطفى حج آغا وقد ظهرت شخصيته في دراما السلطانة كوسين يعرف عنه بأنه كان خادما ومخلصا وصديقا للسلطانة خندا وبعد أداء فريضة الحج إلى مكة أخذ لقب الحج مصطفى وكان يعمل جنبا إلى جنب مع السلطات وشيوخ الإسلام لقد لعب الحج مصطفى آغا دورا هاما في اختيار وإيصال سلطين الأقفاص إلى عروشهم بعد وفاة السلطانة خندا التي كانت هي من اختارت الحج مصطفى آغا دار السعادة لم تتزعزع مكانته هذا الآغا فقد حاز على ثقة كل من السلطان أحمد والسلطانة قسم وكان دائما قادرا على حل المشاكل بين السلطانة قسم وبقية زوجات السلطان ويقال بأنه لعب دورا مهما في إنشاء مسجد السلطان أحمد الأول بالإضافة إلى إقامة العديد من الأعمال الخيرية في بلده كان لهذا الآغا دور كبير ورأي يؤخذ به في تنصيب السلطين حيث كان في البداية من بين أشد المعارضين لتولي السلطان مصطفى الأول العرش كم سرعان ما تغيرت مواقفه وأصبح له دور في تقديم الدعم له وتوجيهه نحو السلطة وبعد ذلك قاد مع شيخ الإسلام أسعد أفندي حملة لإزاحة السلطان مصطفى الأول عن العرش وتنصيب عثمان الأول مكانه نأتي إلى آغا آخر من أغوات دار السعادة والذي كان له تأثير كبير حيث يقال أنه هو من قتل السلطانة كوسم مما أدى إلى تغيير تاريخ الدولة العثمانية هذا الآغا هو أزون سليمان آغا الذي بأمر من السلطانة ترخن قام بقتل السلطانة الوالدة كوسم أقوى مرأة في الدولة بواسطة عبيدها وبالطبع ازدادت قوة سليمان آغا بعد ذلك وكان ما فعله له تأثير كبير جدا على الدولة يجدر بالذكر أيضا أنه في عام 1731 حاول الوزير الأكبر كبقولك إبراهيم باشا إجبار الكزدر آغا بشير على التقاعد لمنعه من التدخل في شؤون الدولة إلا أنه بدلا من ذلك نجح بشير آغا في إقالة الوزير الأعظم إبراهيم وهذا يظهر بوضوح مدى القوة التي وصل إليها في هذا المنصب